شبكة الويب العالمية القائمة على سلاسل الكتل أو التي تعتمد على تقنيات البلوكتشين ربما تشكل المستقبل الواعد لمنصات التواصل الاجتماعي فمجريات الأحداث المتسارعة التي تلت استحواذ إيلون ماسك على شركة تويتر والتغيرات الكثيرة التي أجراها أدت إلى انقسام عالم الإنترنت بين مؤيدا ومعارض وبين داعما للمركزية أو مؤيدا لمفاهيم لا مركزية إذ قد تتمثل المركزية في قرارات اعتباطية ومتسرعة وبسلاح يملكه رجل واحد أو شركة واحدة أما اللامركزية فتشمل الاعتماد على الاقتصاد القائم على الرموز ومنها غير القابلة للاستبدال وبالتالي كسر احتكار المعلومات والتفاصيل المالية والشخصية والفكرية لجهة واحدة مسؤولة عن إدارة منصة التواصل الاجتماعي ويرى أنصار الثورة التكنولوجية الجديدة أن الاعتماد على ويب 3 سيوفر أمانا أكثر للبيانات وقابلية للتوسع والتطوير والخصوصية إضافة إلى دور بارز في محاربة تأثير شركات التكنولوجيا الكبيرة لكن في المقابل سيواجه تلك التطمينات احتمال في انخفاض مستوى الاعتدال وانتشار المحتوى الضار وربما زيادة في خطاب العنف والكراهية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة